خشوا بقى على المفاجأة خشوا على المفاجأة أبو جبل حصل بيني وبينه مكالمة بيني وبينه مكالمة شخصية وأبو جبل وضح لي أمور كتيرة جدا 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 حصلت وقال إنه هو في وقت ملوات حيشرحها الجمهور الزمالك وقال إنه هو كان فيه اتفاق قديم مع ناديل لبرة وكان فيه الديل ده كان قبل مجلس الإدارة الحالي وهو إدى كلمة للناس بر وقال إنه أنا كنت خلاص اتفقت وعدد ما جاء المجلس الحالي ما كانش عندي اختيارات لإني كنت خلاص إيه يعني اتكلمت وقال إنه هو فيه حاجات كتيرة جدا ممكن يكون حصل فيها سوء تفاهم أنا مش بشرح لكم قناعاتي أنا بشرح لكم وجهة نظرية وقال لي على فكرة كمان إنه هو زعلان مني أنا بشرح لكم كل حاجة وأنا قلت له أنا كنت منصحك على الهوى بما يرضي الله لأن أنا كنت عايزة تخلم ببابي كبير وقال لي لا فيه حاجات إما أنا وضحها إما أنا وضحها يعني الأمور حتتغير قلت له طيب إنت رايح فين؟ قال لي أنا اختياري الأول نادي الزمالك أبو جبل قال لي ماليش دعا بقى بالخلافات مع النادي السعودي واللي حصل والتفاصيل كلين عارفنا قال لي أنا الآن هدفي عندي 3-4 عروف في الدارة الممتاز هدفي الأول هو نادي الزمالك طيب طيب ما ترجع نادي الزمالك في مشكلتين في الرجوع لنادي الزمالك مشكلة مع جمهور نادي الزمالك ومشكلة مع إدارة نادي الزمالك طيب فقلت طيب نشوف الجمهور أبو جبل هو اللي حيقنحهم مش أنا يعني أبو جبل اللي حيقنحهم ولكن أبو جبل أصبح دلوقتي في وضع لازم اللي يدي permission أو يعني اللي يدي permission فتح الموضوع اللي يدي أمر فتح الموضوع لإدارة الزمالك والجمهور يعني لا يسمى الجمهور ينادي على أبو جبل فقدرت الزمالك فيه تفكر هي في الآخر هتبقى صاحبة القرار أنا كلمت إدارة الزمالك المسشار مرتضى وأمير مرتضى وتقريبا نفس الرد قال موضوع أبو جبل أبو جبل والله يشرف في أي وقت أبو جبل ابننا ما فيش أي مشكلة ما حسيتش أنه فيه أي خلاب ولكن أبو جبل أصبحت عنده مشكلة مع الجمهور ساب الزمالك في توقيت ما كانش ينفع ده يحصل فعنده مشكلة مع الجمهور عليه الأول أنه هو يحل موضوع الجمهور فقولت طيب ماشي يحل موضوع الجمهور طيب يحل أبو جبل موضوع الجمهور طب أنتوا بقى أنتوا بقى فنيا الراجل ده الأمور إيه قال والله أبو جبل ابن من أبننا دي الزمالك بس إحنا تمام ركز معايا إفهم معايا إحنا تمام يعني حاجتنا عندنا إحنا تمام تمام دي يعني إيه؟ يعني خلاص ماضينا ماضينا يعني معانا عواد وماضينا حارس مرمة تاني طب أبو جبل قال والله ما هو إحنا فيه اتفاقات لسه عندنا كتير الناشين غيروا الاتفاقات دي فيه لعيبة جبناها الناشين ظهرت فهتضطرني فيه لعيبة تطلحها إعراض فلسه الأمور وشاطحة ولكن إحنا حاجتنا كلها حضرة على الترابيزة أبو جبل ربنا يوفقوا في الوقت الحالي إحنا تمام عندنا عواد وعندنا البديل ومضيين وعندنا والدنيا تمام أبو جبل فتح السكة مع الجمهور وصالح الجمهور نقعد نشوف الوضع إيه ونشوف الوضع إيه بشروط نادي الزمالك إذن على أبو جبل الآن الآن إن يطلع للنور ويصالح جمهوري الزمالك ده هو ده الأساس وهو ده الموضوع